كابتن عادل الف مليون مبروك مواصلة تحتيم الارقام القياسية اللي بيحققها برضو النادي الاهلي طبعا مبروك للنادي الاهلي والحمد لله مواقف مقررة ومواقف في وقت قليل اربع خمس بطولات في وقت قليل في ست سبع شهور منهم بطولتين تلت بطولات افريقيا بطولة سوبر وبطولتين ابطال دوري تاني كلامنا مقرر زي ما قال بلال وسامة وكابتن علاء وكل الناس اللي بينتمي للنادي الاهلي دايما يعني دايما مبسوط ودايما سعيد النادي بيكسب ولكن كل واحد بينتمي للنادي الاهلي بيتشرف بدا في عندية صنعت صنعت اشخاص مش الاشخاص اللي بيصنعوا عندية الناس اللي طول الوقت تحت رائعة النادي الاهلي هي الكسبانة طول الوقت ناس كتير لعبت السنين بره نادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي سنة أو ست شهور واخذ البطولات عايشة عليهم عمره طويل جدا وهو دايما النادي الاهلي الناس في الاهلي بيتكلم اهلي هو منحضر والاهلي طول عمره هو اللي بيرفع من قدر الاشخاص مش الاشخاص هلنان بترفع من قدر النادي الاهلي وناس كتير جدا بتتمنى دلوقتي ترجع تقول يا د Jenny بقى موجود gesehen النادي. لو بتلعب أو بطلت. الناس اللي بطلت نفسها هترجع تلعب في النادي الاهي تاني. كل الناس بتستفيد من وراء النادي الاهلي. استفادة مادية واستفادة معنوية. اللي موجود في مجلس ادارة واللي موجود في جهاز فني اللي موجود كلعيبة. اللي موجودين هنا في القناة وحلا بنحلل. انا الحمد لله بيتشرف ان انا موجود هنا. آآ الطاديو ده اعتقد في الخمس بطولات اللي فاتت كنا موابدين اخدنا خمس بطولات. الحمد لله. وكل الناس اللي موجودة في القناة اهام الخطيب واسلام الشاطر اه الشركة كلها اللي موجودة الناس اللي بتديه للقناة مبروك ليهم. والناس اللي ورا الكاميرات. طبعا دول اول الناس. دول اول الناس. دول اول الناس. اه لا لا رجع رجع. دوس على برجاء او. اول الناس بيعني بيفرحوا. بيفرحوا قبلنا. احنا ممكن نكون احنا منتميين. ولكن فرحاتنا بتبقى فيها شوية هدوء شوية احنا اه مدربين وناس بتقدم برامج. لكن الناس دي هم فعلا الجمهور الحقيقي. هم اللي بفرحاتهم بتبان. مبروك لنادر الاهلي. مبروك لكل واحد بينتمي لنادر الاهلي. بس انا عايز ادلي الجيل ده حقه يا كابتان عالي. لا الجيل ده خلاص بياخد حقه. هو بياخد حقه. اهو بياخد حقه. طبعا. بياخد حقه بعد ما بيبطل بكم البطولات اللي اخدها. اه. والتكريم الحقيقي اللي اي لعيب بعد ما بيبطل مش هو بالعم. التكريم الحقيقي اللي اي لعيب. اقول لك ايه جماعة معلش اطاق. هو بعد ما بتبطل وبطولاتك. عادل. بتضيف لك ايه? اتفضل كده. التكريم الحقيقي للجيل ده ان هو جوه النادي ده. ايوا بطولات لدي اخدها. لا لا اكبر تكريم لأي حد فينا ان هو كان في يوم اللي امسا ما انت قلت كان موجود جوه النادي ده. ده اكبر اكبر تكريم ايواحد بيتمنى ده. وعايز وعايز اتكلم. وعايز اقول حاجة برضه انا يعني نادر ان انا ما بتكلم على اشخاص بس برضه عايز ادي كابتان خطيب حقه في نقطة. اه الحقيقة ان انت ممكن تبقى رئيس نادي تروح ماتشاط اللي فيها الشو. او اللي فيها حاجات مضمونة. كابتان خطيب طلع كل البعثات اللي كان فيها مشاكل. او طلع كل قبل مسيماني وكنت شايف وكنت بقيت عن مسيماني ان البداية ان هو مسيماني اختيار ممكن يكون اختيار جيد وفعلا بالفعل كان اختيار جيد وبرضو عايز اقول عايز ادي ناس تانية حقها اه ممكن اسموه ما بيجيش كتير بس انا شايف ان هو برضو لازم يكون يحققه انا شايف برضو سامي امصان من ناس اللي لازم تكون تحققها جدا لان الراجل ده محظوظ ان معاجه هذا مصري مخلص هو طبعا اي واحد بيشتغل في الناد الاهلي بيقى مخلص ولكن اه سامي ادى اشتغل مع راجل ده كتير وعايز اقول لك فيه متشاك كتير جدا متحسبت لمسيماني انا كنت كنت متأكد من غير ما من غير ما اعرف كنت متأكد ان سامي ليه دور فيها لان هو كان قاري متشاك بدري كان قاري الفرقة اكتر في السيزن اللي فات وفي السيزن ده واعتقد مسيماني اه وبدأ يحط رجله ان هو بعرف الفرقة بشكل جيد ولكن اه سامي ليه دور كبير سال عبدالحافيز ليه دور كبير كل الناس اللي بتشتغل في الناد الاهلي هيه دور في البطولة طبعا مسيماني عايز اقول ان هو مدرب محظوظ ان هو جيب في الناد الاهلي في الوقت ده هو طبعا بيقدي مع الناد الاهلي بشكل جيد ولكن هو هو يبقى هو مدرب محظوظ زيه زي كل مدربين اللي تمسك الناد الاهلي اي مدرب هيجي يمسك الناد الاهلي هياخد بطولة صحيح فهو اخذ بطولات في وقت قليل بقول مبروك للجميع مبروك للناس اللي في ومبروك لناس اللي بعيد ومبروك لنادي الأهلي وكل واحد ينتمي لنادي الأهلي طيب نروح بقى نعيش الفرحة شوية مع الأغاني ونرجى لحضراتكم مرة أخرى